موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين مصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ونحن نصحبكم في حلقة أخرى جديدة من حلقات برنامجكم الأثير المفضل لغة القرآن على شاشتكم العزيزة الغالية الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قلنا إن الرسول المراد هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والآية تسجل أنه عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين بما أنزل إليه من وحي السماء هو في أول السورة بيقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك بيكلمه بيخطبه وما أنزل من قبلك جميل هنا بيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بيكلم عنه حديثه عن غائب ليه قال هناك بيصف المتقين أو بيصرد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المتقون ماشي يتكلمه بالخطاب ينفع إنما هنا بيشهد له بأنه رسول وبأنه آمن بالوحي الذي تنزل عليه ودي شهادة وليس من المفروض أو من الجائز أو من المسموح به أن يخاطب أشياء المشهود له بالشهادة إحنا ما نكلمش المشهود له بالشهادة نكلم غيره يعني أنا ما روح أشهد في محكمة لا أكلم إلا أنا أشهد له أو عليه إنما أكلم القاضي فهنا بيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يدي شهادة بنشهد بيها للرسول عليه الصلاة والسلام يبقى لا يخاطب هو بها عشان كده في أول الآية أول البقرة سورة لما كان الكلام ليس على سبيل الشهادة وإنما سرد لصفات المتقين قيل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهنا لما كان الكلام شهادة للرسول بأنه آمن الشهادة لا تقال لصاحب الشهادة وإنما تقال لغيره أدي المفارقة ليه ده بالمخاطب وليه ده بالغائب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ليه ذكر الرسول ما قالش آمن محمد ليه كبات صريحة كده آمن الرسول فيها شهادة له بأنه آمن واعتراف بأنه رسول يبقى شهادة له بالإيمان وتصديق على أنه رسول جميل وإيه كمان وحفز وتنشيط لهمة الإنسان أن يؤمن لأن الرسول آمن جميل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه اللي هو إيه لو سألت تلميذ في الابتدائي بما أنزل إليه من ربه يعني يا بابا يقول يعني بالقرآن كلام واضح هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلام واضح بالقرآن طب ليه ما قالش القرآن ما قالش بالقرآن ووضح لنا الأمور كده وما سبناش يعني نقول يا ترى يا ترى هو ده ولا لأ ليه ما قالش آمن الرسول بالقرآن قال أما يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من رب بيّن لنا إنه القرآن ده نازل من عند ربنا هذه حاجة وبيّن السبب في الإيمان بيه إيه اللي يخليك تؤمن بيه إنه من عند ربنا يبقى قال لعدول صرف النظر عن التعبير بقوله بالقرآن آمن رسوله بالقرآن أو بالوحي أو بالكتاب إلى بما أنزل إليه من رب حيدي حاجتين الحاجة الأولى تأكيد نسبة القرآن إلى الله اتنين توضيح علة الإيمان به لأنه نزل من عند الله العلة أنه من عند الله فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل يبقى لما قال بما أنزل إليه من ربه وعدل عن أن يقول بالقرآن يعني قال آمن الرسول بإيه؟ بما أنزل إليه من ربه ولا قالش آمن الرسول بإيه؟ بالقرآن الميزة حاجتين في قوله بما أنزل إليه من ربه إقرار وتأكيد لربانية القرآن النبي ميروش دعوبي ده تلقى بس اتنين لأنه من عند الله نازل هذه علة في الإيمان به هذه علة آمن لأنه من عند الله لو قال بالقرآن مش هيجيب الاتنين دون فالتعبير القرآني تعبير ما قدرتش أقول في قمة الدقة تعبير رباني لأن في قمة الدقة دي كلام عادي جدا يتقال على كلام أديب ولا بتاع إنما ده كلام قرآن تنزيل من حكيم حميد الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني تعبير رباني ما قلش في قمة العلو والرفع لا هو رباني أعلى من الرفع والعلو كلام بكل بما أنزل إليه من ربه يمين كلمة إليه دي أن المنتظر حسب تقديرنا نحن البشر المعنيين بأصول اللغة أن يقول آمن الرسول بما أنزل من ربه إليه ليه؟ عكس ليه؟ عكس ليفيد أن المهم عند ربنا تأكيد وصول القرآن إلى هذا النبي بالذات قبل أن ننزل اصطفيناه ليتلقى ما سينزل يبقى الاصطفاء سابق للإنزال لما كان الاصطفاء والاختيار لشخص المرسل المرسل صلى الله عليه وسلم المستقبل سابقا لتنزيل المنزل قيل أولا بما أنزل إليه من ربه واضحة؟ طيب واضحة هي؟ اصطفاء ربنا للنبي سابق لإنزال القرآن فعشان كده ذكر المستقبل أولا لأن اصطفاءه سابق للإنزال بما قال رسوله بما أنزل إليه من ربه طيب كلمة من ربه دي ليه؟ أو التركيب بتاع من ربه ليه؟ لأنه تركيب مش كلمة ده من ورب والهاء تركيب ولنقولش كلام ما بقولش عليه كلام لأنه غير مفيد لوحده كلا ما ينفعش فاللي أكتر من كلمة ولا يفيده معنى بنقول عليه تركيب أو كلم هل من ربه دي بتقول الآتي واحد تأكيد لربانية القرآن اتنين تأكيد لأن القرآن الكريم عطاء ربوبية وفيوضات ألوهية في وقت واحد يميل ربه الإضافة دي تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تكميل وتربية له بالقرآن الإضافة دي ربه دي بتشرف النبي لما بتضيف اسم الرب إليه وبتبيلنا أن القرآن تربية لرسول الله ولكل مسلم على طريق رسول الله إلى يوم القيامة فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مين المؤمنون دول المقصود دي المؤمنون إيه الذين استجابوا لله وللرسول تعريفهم إلى يوم القيامة من أول سيدنا وبكر وأم المؤمنين خديجة إلى آخر تابع لرسول الله قبل يوم القيامة دول المؤمنين المقصودين بكلمة والمؤمنون طيب هو كده بيقول إن الرسول والمؤمنون آمنوا الاشتراك بينهم وبين بعضهم بين الرسول والمؤمنون في الإيمان إزاي يعني قال الاشتراك في أصل الإيمان في أصل الإيمان الله يعني إيه إنما فيه فرق تاني بقى إزاي مرتبة الإيمان متفوتة إزاي يعني كله مؤمن آه كله مؤمن طيب كله على درجة واحدة من الله بقى درجة سيدنا سيد الكون كله اللي قابل سيدنا جبريل بنفسه وشافه زي ما أنا شايف الكاميرا كده وشايف المصحف اللي قدامي وتعامل معاه سمع منه وكلمه وقرم قدامه وقلله في الإقلاق بتاعته وشافه هو مقلع مصعد إلى السماوات العلاء هتجيب الإيمان ده زي إيمان أنا اللي هو أنا قريت وتعلمت والكلام ده كله وتجيب الإيمان بتاعي زي إيمان راجل عامل أو فلاح بسيط بيروح الجامع يوم الجمعة عشان يسمع العلم والخطبة أنا بقوله هو بيسمع هل ده واحد لا يبقى أصل الإيمان واحد بين رسول الله وكل مؤمن إلى يوم القيامة إنما مراتب الإيمان متفوتة متفوتة إزاي إيمان النبي عليه الصلاة والسلام إيمان اسمه حق اليقين إيماننا إحنا اللي تابعين للنبي علم اليقين أو عين اليقين حق اليقين ده أعلى اليقين الحقيقي أعلى من عين اليقين والاثنين أعلى من علم اليقين يبقى المراتب هاي الأعلى حق اليقين الوسطى علم اليقين السفلة عين اليقين الله المراتب دي الأولى حق اليقين ده سيدنا النبي لأنه عاين جبريل واستقبل منه القرآن سمعه منه قراءة وتلاه عليه إسماعا وهكذا ده حق اليقين الإيمان بتاعنا إحنا بقى إسمه علم اليقين أو عين اليقين بنتفاوت بنتفاوت إحنا كبشر فيه من خلال بنسبة العلم صفاء الروح نقاء القلب القرب من الله الخلوم من آفات النفس وأمراض القلوب بالجوانب دي بالنقاط دي بالحيثيات دي بتتفاوت نسبة الإيمان بتاعنا من ما بين علم اليقين وعين اليقين هو قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الله اختلف في صيغة الحديث عن الإيمان بين بما أنزل إليه من ربه وبالله وملائكته وكتبه ورسله إيه دا غير في طريقة الرصف التمايز والتفارق بين الإيمانين ده إيه سببه لاحقنا وقت الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة نجلي فيها هذا الجواب تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا